الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال رئيس عبدالفتاح السيسي إن المرأة المصرية كانت وما زالت دعما وظهيرا وطنها جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022 التي شهدها الرئيس السيسي وسيدة قارنته واشدد الرئيس السيسي على أن احترام المرأة وحمايتها وتمكنها واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحاب الحق أساسي لها كما أشد رئيس السيسي بدور المرأة المصرية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واشدد على أنه لو لا هذا البرنامج لأصبح وضع مصر صعبا في ظل الأزمة العالمية كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة لديها مخزون للقمح يكفي أربعة أشهر كرم الرئيس السيسي خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022 عددا من السيدات والأمهات المثاليات وقام بمنح عدد من السيدات وسام الكمال من الطبقة الثانية كما أكرم رئيس السيسي أيضا نماذج مشرفة من السيدات المصريات صاحبات الإنجازات الوطنية والدولية قررت الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي أمينا عاما للاتحاد ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور عبد العزيز سلمان أمينا عاما مساعد وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها المستشار الدكتور طارق شبل إن المستشار بولس فهمي ألقى كلمة رحب خلالها بالمشاركين في اجتماع الجمعية العامة كما شكر الدول المشاركة على ثقاتها في ترشحات المحكمة الدستورية العليا المصرية في حين عرض المستشار عبد العزيز سلمان في كلمته مقترحات الأمنة العامة الجديدة لتطوير العمل بالاتحاد في الفترة القادمة رفض مجلس الأمن بالأمم المتحدة مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا بشأن توصيل المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا لأنها لم تتضمن الإشارة إلى دور موسكو في الأزمة وصوتت روسيا والصين فقط بالموافقة على مشروع القرار فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 عضوان دعا الرئيس الأوكراني فلوديمي زيلنسكي شعوب العالم إلى التظاهر في الشوارع ضد العملية العسكرية الروسية وفي تسجيل فيديو طلب زيلنسكي برفع الشعرات الأوكرانية دعماً لبلاده ودعماً للحرية والحياة وصل رئيس الأمريكي جو بايدن إلى بركسل للقاء القادة الأوروبيين وبحث فرد مزيد من العقوبات على وردات الطاقة الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سالفن إن تقليص اعتماد أوروبا على وردات الطاقة الروسية موضوع جوهري وتسبب في شد وجذب في الأيام الأخيرة ومن المقرر أن يحضر بايدن اليوم قمة طارئة لحلف شمال الأطلنطية نيتو وسيلتقي بقادة مجموعة السبع كما سيلقي كلمة أمام زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في جلسة للمجلس الأوروبي قبل أن يتوجه إلى وارسو لإجراء مشاورات مع الرئيس البولندي أندري دودا أعلن رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا ستة ألاف صاروخ إضافي ما يمثل زيادة بنسبة الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قررت لندن تزويد كياف بها في أعقاب العملية الروسية وقال جونسون إن المملكة المتحدة ستعمل مع خلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا مشيرا إلى أن لندن ستقدم بالإضافة إلى الصواريخ مساعدة للجيش الأوكراني بقيمة 25 مليون جنيه ستليني أما رياضيا فيواصل منتخبون الوطني استعداداته لمواجهة ضيفه السنغالي غدا الجمعة على أستاذ القاهرة في ذهاب الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 20-22 واطمأن المدير الفني لمنتخب مصر على حالة محمد صلاح بعد الإصابة التي لحقت به خلال مشاركتي مع ليفر بول في الدوري للأسبوع الماضي ويسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الشعب النصري نهاية منجزة الثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباحة خيرية ماصر بعد الفاصل